وحول قضية التغيرات المناخية قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات مع الرئيس السربي تناولت جهود مصر في حجد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ وأعرب رئيس السيسي عن تطلعه لمشاركة الرئيس السربي في قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم بشرم الشيخ وتناولت المباحثات أيضا جود مصر في حجد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ومن عكس في حرص مصر على استضافة كمة المناخ العالمية كاب 27 في نوفمبر القادم بمدين الشرم الشيخ ونتطلع لمشاركة فخامتكم فخامة الرئيس فيها في سبيل المسامة في أدر العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاما أن أقارب عن تقديري لضيافاتكم الكريمة في بلدكم الصديق والامتناني لفخامتكم بمنح وسام جمهورية سربيا مواربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنصيق بين مصر وسربيا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين وهلد مزيدا من قوة دافع للصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينها وبلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر